السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك لسيدنا محمد وعلي وصحبه الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا الله أمنا سهل لما جعلته سهلة وإنك لو شايته لجعلته الصعبة سهلة استيرنو مستويد مصل استيرنو مستويد يا جماعة دائما كل الأناتوم يقولك عليها دي زكي أوفزا نيك لأنك لو فهمتها بعد كون بقيت النيك كلها بتيجي معك بمنتهى السهولة بعد كده هو استيرنو مستويد دي طبعا أكبر عضلة وأهم عضلة في الهيدن دا نيك الاستيرنو مستويد يا جماعة هو بيطلق عليها كمان استيرنو كيليدو مستويد هيا هيا الأورجن بتاعها لها هيد لها هيد طلع من الستيرنو يبقى أكيد حنسميها ايه ستيرنو هيد ودي طلع من الأنتيرو سيرفس أوفزا أبار بارت أوفزا منوبريام استيرنعية وليها كلافيكولر هيد طلع من الكلافيكل عشان كمان راح نسميها كلافيكولر الكلافيكولر هيد اللي طلع من الكلافيكل دي يلا قولي كده هندي طلع منين؟ دي طلع من الأبر سيرفس ولا من الأور سيرفس أوفزا كلافيكل؟ الستيرنو مستويد بقى طلع فوق 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 عشان تبقى انسيرت فين؟ عشان تبقى انسيرت في اللاترال سيرفس أوفزيس بروسيس البروسيس المشهور ده اللي وراء الإكستيرنال وديتوريميتس طبع عنده الأوثر سيرفس أوفزا مستويد بروسيس دي اتناها بتمتد كمان ميديا ليه عشان تبقى انسيرت في اللاترال هاف أوفزو بيرور نيوكال لين اللاترال هاف أوفزو بيرور نيوكال لين طبعا نخد بالك ان السوبيرور نيوكال لين ده شركة ما بين عضلتين نصه اللاترال الاتاتش دي الستيرنو مستويد ونصه الميديا الاتاتش دي العضلة دي اللي اسمها ترابيزيس وعشان كده هتلاقي الستيرنو مستويد بتقابل الترابيزيس عند السوبيرور نيوكال لين الهوان فوق طبعا دي معلومة هتفيدنا ان شاء الله وإحنا بناخد التريانجل زوبزينيك في المحاضرة الجاية يا ترى ايه النيرف سابلاي بتاع الاستيرنو مستويد زي ما انتم عارفين يا جماعة اي نيرف بيخرم اي عضلة لازم بيغزيها وطبعا على فكرة ان هوا انا عند الجنكشة ما بين الابر سيرت واللور تو سيرت افستيرنو مستويد ادي بارت افستيرنو مستويد بيتخرم بنيرف اسمو سباينال اكسيسوري نيرف وده موتور ديب للستيرنو مستويد في عندي بليكسس اسمو سيرفايكال بليكسس السيرفايكال بليكسس دوا بيبدي سينسوري برانشز للستيرنو مستويد والسينسوري برانشز والستيرنو مستويد دور جايين من السيرفايكال بليكسس من سي 2 وسي 3 ايه هو السنسيشن يا جماعة بتاع المسلز عشان لو انتوا لسه ماخدتوش النيورو؟ المسل يا جماعة فيها حاجة اسمها السنسيشن اوف بروبيو سيبشن اللي هو السنس اوف بوزيشن ان سنس اوف موغميند يعني مثلا لو انت نايم في قوضة ظلمة كحل وصحت في نص الليل هتعرف الهت بتاعتك دي على المخاد دايمين ولا شمال؟ طبعا اكيد حعرف هتعرف من السنس اوف بوزيشن بتاع سي 2 و سي 3 دوا يعرفك ان راسك يمين او راسك شمال نفس الحكاية حكاية السنس اوف موغميند لو انا قلت العيان غمض عينيك وحرقت رقابته وقوله رقابتك بتتحرك ولا سابته؟ طبعا البناء دا مسليم اما تكون رقابته بتتحرك هي دا هي بتتحرك هيقولك بتحرك يا دكتور لو انت مسبتها هيقولك سابتها دكتور بس هرا فيكا طبعا دي انتو اللي شايفانها بقى الديهيات دي من نعم المولى عز وجل دي على فكرة في امراض بتيجي بالزات في قعود وكده جزء معين اسمه السريبيلوم هو العيان ده هو ان بيبقى ما عندوش لاسينس اوف موغميند وزي ما حنعرف في النيورو بازن الله يا طرق ايه الاكشن بتاع الاستير الماستويت ده هي شدوا الانسيرشن اللي هي الماستويت بروسيس واللاترال هاف اف سو بيرو نيو كالاين للاورجن هيحصل ايه لو مصل واحدة بس هي اللي هتأثر وتعمل كنتركشن هنروح شدين الماستويت بروسيس ناحية الاستيرنام فحيحصل بندنج اف زا هيد تو زا سيم سايد الناحية اللي عملت كنتركشن هتأخد الهيد نحيتها بس اخد بالك الفيس بتاعي بقى باصس فين كده الفيس بتاعي بقى باصس تو زا اوبوزت سايد فما الناحية واحدة بتشتغل بتاخد الهيد نحيتها بس الفيس هيبقى على الناحية التانية نبص تلاقي ايه لو تو ماسلز بقى الاثنين عمل الكونتراكشن حيشدو الهيد على الاستيرنام فما يشدو الهيد للاستيرنام هتبص تلاقي بالمنظر ده من حصل فليكشن اوف زا نك حصل فليكشن اوف زا نك نفس الحكاية بتحصل على فكرة ما بتكون نام على ظهرك ما بتكون نام على ظهرك ده وضع اسمه سوبين بوزيشن وانا نام كده هوا مين اللي بيشد رقابتي لقدام وخلينا قوم منع السرير التو استيرنامستويد فالستيرنامستويد ده اللي بيقوم البني ادم منع السرير بالنسبة لمنطقة الهيد زا اد ان هو بيتنر رقابتك لقدام في الوضع العادي اللي هو بقى في الاركتر بوزيشن وانت واقف تعملك في الاكشن وفي زا نك اهم حاجة بقى في الاستيرنامستويد مش الكلام الفارغ اللي فات ده وانا ايه هي الريليشن بتاعت الاستيرنامستويد الريليشن بتاعت الاستيرنامستويد حنقسمها سوبرفيش الريليشن ديب ريليشن وستراكشرز ابير اون زا بوستيرو البوردر افستيرنامستويد طبعا حس عن نفسك كده ايه اللي سوبرفيشة التوستيرنامستويد طبعا اكيد اسكن شيلسكن حيقابلك مين السوبرفيشة الفاشية خدبلك بقى السوبرفيشة الفاشية في ذنك دي مليانة حاجات مبدئيا السوبرفيشة الفاشية في ذنك فيها حاجة غريبة قوي فيها مصل المصل دي اللي اسمها بلاتيزمة مصل بلاتيزمة مصل وفيها فيها فيها الفيسلز دي الفيسلز دي يا جماعة اللي جاي من وراء ودنك بوستيريور أوريكولر فيسلز وطبعا انتو بقى عارفين القصة عين هوا عارفين ان البوستيريور أوريكولر ده بيتحد مع البوستيريور برانش عشان يعملوا البدن ده اللي موجود في السوبرفيشة الفاشية اوفزنك� ا هو سوبرفيشة التيستيرل مستويد ده البدن الش ا labir Belle communion شهير اللي اسمه اكستيرنال جهجيولر فين اكستيرنال جهجيولر فين سوبرفيشة الج ده في السوبرفيشة الفاشية كل النيرفات داي ايه النيرفز داي يا جماعة النيرفز داي عبارة عن كوتينيس برانشز أوف سيربايكال بليكسس السيربايكال بليكسس داي يا جماعة بليكسس أوف نيرف بيتكون من سي واحد لسي فور لسي أربعة بيدي ماسكولار برانشز وكوتينيس برانشز هو السيربايكال بليكسس كله موجود تيب توستيرنو مستويت بس بيظهر انهوا على البوستيرو بوردر أوف سيرنو مستويت البرانشز داي البرانشز داي اللي هي كوتينيس برانشز أوف سيربايكال بليكسس بين بيكون طالع على البوستيرو بوردر انهوا أوف سيرنو مستويت رايح فين داي رايح للأكسيبيتال ريجون ومنطقة الأكسيبيتال بون عشان كده هون بيسموه لسر اوكسيبيتال زائد زائد في عندي هنا هون كوتينيا سبرانش من السيربايكال بليكسس ماشي على السيرموسطويد ابورد رايح في اتجاه الاوريكل عشان يبزي جزء من الاوريكل فسموه جريت اوريكلر جريت اوريكلر اخوهم كوتينيا سبرانش ظاهر عند البوستيرور بوردر اوف ستيرنوموسطويد ومعدي بعرض النك وانا زمان بنقول عليه ترانزفيرس سيربايكال بس دلوقتي بقبوله عليه ترانزفيرس شرعهم عدي بالعرض كوتينيا سنيرف اوف زينك فالسوبرفيشة الفاشن اللي هي سوبرفيشة التوستيرنوموسطويد فيها مصل اسمها بلاتيزمة وفيها الاكستيرنال جاجولار فين وفيها البوستيرو اوريكلر بيسلز اللي هو حيتحت زي ما انت عارب بقى البوستيرو برانش اوف ريترومانديبلر ويعمل لك الاكستيرنال جاجولار وكوتينياس برانشز اوف سيربايكال بليكس جريت اوريكلر وترانزفيرس كوتينياس نيرف اوف زينك بعد كده هوا انفي عندنا بقى الديب فاشية الديب فاشية بعد الديب فاشية في حاجة بقى منسية منسية ان انت تفتكر انها ينعون سوبرفيشيا لستيرنوموسطويد من الجيلاند اللي هنا جماعة ريليتد للأوريكل وهتبقى لستيرنوموسطويد ريليتد للبوسترو ميديا السيرفس بتاحها ايه رأيي ساعدتك البروتد ساليفر جلاند بتكون سوبرفيشيا للأور بارت أوفستيرنوموسطويد ويبقى كده هوا ان سوبرفيشيا اللي تسكن وسوبرفيشيا الفاشية بملحقتها والديب فاشية وهو هتنسى البروتد اللي بتتناسي ده هي بعد كده هوا انفي عندنا بقى الديب ريليشنز ايه بقى الديب ريليشنز يا جماعة بتاعة الستيرنوموسطويد ديب ريليشن وستيرنوموسطويد ممكن ناخد الأول وحايد عاجات كلها سينجل ريليتد لا الستيرنوموسطويد هدي الستيرنوموسطويد على فاكرة ديب ليها في في جلاند وان جلاند ايه ده واند ده اللاتراللوب سيرويد جلاند اقرب من اللاترالوب في سيرويد جلانده في مين؟ الشيس ده هو الشيس اللي ماشي جواه الكومان كاروتد أرتري والانتيرنال كاروتد أرتري عشان كهو هنسموه كاروتد شيث والحاجات اللي فيه بقى حنبقى نعرفها أما نبقى ناخد الكاروتد شيث قدام الكاروتد شيث ده هو بيكون فيه نيرف بيغزي العضلات دي العضلات دي لتحت الهيويد بوني اللي اسمها انفرا هايويد ماصلز والنيرف صبلاي بتاعها هنا هو بيليكسس قدامك كاروتد شيث اسمه أنسة سيرفيكالس فالحاجات السينجل لحد دلوقتي لاترالوب سيرو جلاند جلاند واحدة سينجل شيث واحد كاروتد شيث بالنيرف اللي قدامه اللي هو الأنسة سيرفيكالس وليمف نوز جوه الكاروتد شيث اللي هونا جمعها فيه لازرق ده اللي اسمه الانترنال جاكولار بين الانترنال جاكولار بين ده هو الماشي عليه لينف نوز اسمها ديب سيرفيكال لينف نوز بيبقى فيه كمان جروب من اللينف نوز ماشي بطول الانترنال جاكولار ديب توستيرنومسطويت مدام بقى بتقول لينف نوز لا يخفى القمر ايه القمر بقى هنا جماعة عن ناحية الشمال بس مش موجود في الرسمة دي موجود في الرسمة دي احنا كده عن ناحية الشمال في الروتوف زينك ايه الوعاء بقى الأخضر ده اللي هو اكبر لينف فيسل في الجسم اللي موجود بس عن ناحية الشمال ورايح يصب هنا في الفينز عن ناحية الشمال دي توستيرنومسطويت بيكون في سوراسك داكتر ويبقى فيه عندك كده هو ناخد قوسة على الجماعة دول واكتب اربعة سناجل واحد وان جلاند لاترالوب سوري جلاند وان شيس بالنالف اللي قدامه كروتو شيس وان سيرفيكالس وان جروبوف لينف نوت ديب سيرفيكال لينف نوت الونج الانترنال جاكري وعن ناحية الشمال فقط اكبر لينف داكت في الجسم السوراسك داكت ديب للاستيرنومسطويت حاجة بقى اتنينات اتننات دي عبارة عن اتنين بيليكساس اتنين بيليكساس البيليكساس الأمور ده ابو ثلاثة ترنك ابر ترنك وميدل ترنك ولور ترنك ونازل كده رايح بقى على الابر لم طبعا دي الترنكس اف زي بريكيال بيليكساس ديب توستيرنومسطويت اف نفس المكان فوقيها بس اتا هاير ليبل بيكون في البرانشز بتاعت السيرفيكال بيليكساس برانشز اف سيربيكال بيليكساس اهي يا جماعة ده تو بيليكساسز بريكيال تحت وفوق البرانشز هي بتاعت السيربيكال بيليكساس بعد الاربع وحايت واتنين بيليكساس في عندنا حاجة تلاتة اه في عندنا تلاتة فينز ايه تلاتة فينز دول بقى دي بتوستيرنومسطويت في اهم فين دريننج الهيد اند نيك الفين العظيم ده اللي ماشي في الكاروتا تشيس ده انت كنت شايفونا وان في الكارت سيكشن ده في الكارت سيكشن جوه الكاروتا تشيس اهو في الانترنال جاكولار فين وهنا بقى في الصورة الحلوة دي شايفوهو ماشي بالطول جوه الكاروتا تشيس على فكرة ميديا اللي اهو الارت رزينا كنت بقولك عليه كومان كاروتاد وانترنال كاروتاد داوان ولا ترى اليوم بيكون في الانترنال جاكولار فين دا بيكون اللاترال ارترس فاللاترال ف VI رغب زاكولار تشيس رايح فان الانترنال جاجلار فين ده الانترنال جاكولار فين ده رايح عشان يتحد مع الفين دا đang مشي فرود بزينك الفين اللي ماشي فرود بزينك ده جماعة بالعرض ده السبكليفين فين طبعا انت عارفوا كويس. السابكليفين ده كونتنيواشن للأجزيلاري فين. فالأجزيلاري فين دوا بيعدي في الإبكسوفز أجزيلة يخش النك ويمشي بالعرض السابكليفين فين. نبص اللاقي برضو هنا هوا ديب للستورمستويت في فين. فين يا جماعة بيكون المفروض ان هوا في السوبرفيشة الفاشية. بجنب الميدل لاين بالزبط. جنب الميدل لاين بالزبط اسمه انتيرورجاجولار فين. الانتيرورجاجولار فين ده ماشي بالطول ماشي بالطول ماشي بالطول على جوانب الميدل لاين. لحد ما في الاخر بروح خارم الديب فاشية. ويمشي ديب للور بارتوفيستيرلو مستويت. ويصب لك في الاكستيرنل جاجولار فين. هاي بقى انا اكيد في الرسومات الجاية مش باين في الرسمة دي. هاي بقى يقول لك صورة الانتيرورجاجولار. ده بيكون ماشي ناوان جماعة على جوانب الميدل لاين. وبعدين يروح خارم الديب فاشية. ويمشي ديب توستيرل مستويت رايح يصب في الاكستيرنل جاجولار فين. طبعا كمان من الحاجات السلاسية اللي هتكون ديب توستيرلو مستويت. الابر بارتوفيستيرلو مستويت. الابر بارتوفيستيرلو مستويت ديب لي في ايه? طبعا يا جماعة ديب لي الانسيرشن بتاعه اللي هو المستويت بروسس. وديب لي المستويت بروسس يا جماعة لو تفتكروا المستويت بروسس واحنا بناخده كعض. كنا بنقول في مستويت بروسس وميديا اللي بيتو جروفز. حاجة اسمها دياجاستريك فوسة وجروف فور اوكسيبيتال ارتري. فكون ان انت اتجني ده نهوان دي اللاترال بارت. او في مستويت بروسس. يبقى ديب ليك هيكون في العضلة دي. اللي اسماها بوستيرور بيلي اوف دياجاستريك. اللي طالع من دياجاستريك فوسة اللي ميدل للمستويت بروسس. والارتري اللي ماشي يناعون اللي اسمه الاكسيبيتال ارتري. فديب تو زا ابر بارتوفيستيرلو مستويت فيه تلاتة بارت. فغير تلاتة فينز في تلاتة ستركشورز ديب تو زا ابر بارتوفيستيرلو مستويت. الماستويت البروسيس اللي انا انسرت فيه بالحاجات اللي ميديا اللي اللي هي بوستيرو بيلي و دا جاستريك و الاكسيبيتال قردري طيب بعد كده هوا فيه ايه تاني بقى فيه عندنا بقى خمسة ماستويت ايه الخمسة ماستويت دول اللي دي بلينا ادي الستينو ماستويت دي بليك هالمسلز دي مابدائيا تلاتة ماسلز المسلز دي تحت مين تحت العظمة دي فيه هنا مجموعة من المسل يا جماعة تحت الهايويد بون بينقان عليها انفرا هايويد ماسلز تلاتة من الانفرا هايويد ماسلز دول اهبوس ديب تزالور بارتوفيستيرو ماستويت مين التلاتة ماسلز دول فيه ماسل طلعه من الباك اوف زي مانوبريا مسترناي الباك اوف ستيرنام يعني ورايحة انسيرتد فا السي رويد كارتريج يبقى اسمها ستيرنو سي رويد سوبرفيشة اللي هي في العضلة دي اللي برضو طلع من الباك اوف زي ستيرنو يبقى اسمها ستيرنو بس الستيرنو دي بقى طلع لحد فين اتتشد الهايويد بون يبقى اسمها ستيرنو هايويد اللاترل اللي ستيرنو هايويد في عندي العضلة دي اللي اسمها اومو هايويد اومو على فكرة عن سكابيولا الامو هايويد دي مسمينها ليه اومو هايويد عشان هايويد لها السبيرور بيلي اتتشد لهايويد بون ولها انفيرور بيلي اهالي لها انفيرور بيلي اهي ماشية في البستيرو تريانجل وماسكة في الاومو ايه الاومو دي سكابيولا ماسكة في الابر بوردر اوف زا سكابيولا بقى اومو هايويد لانها اتتشد الابر بوردر اوف سكابيولا والهايويد بونت بقى اومو هايويد بقول لك السبيرو بيلي اوف اومو هايويد دي والانفيرو بيلي اوف اومو هايويد دي دول بيبوا اتتشد البعض بتندون هنا في النص اسمه Intermediate Tendon of Omohaioid الـ Intermediate Tendon of Omohaioid هو ده الـ Deep to Sternomastoid بجانب الثلاثة Infra-Haioid Muscles اللي هم Sternoshyroid العميقة دي والـ Superficia اللي هي Sternohaioid والـ Intermediate Tendon of Omohaioid في عندي العضلة دي اللي أنا شلتها اللي هي الـ Sternomastoid يبان لي إيه تحتيها يبان لي العضلة دي أنا هنا قطعت العضلات ايه؟ هنا بان حلو العضلة دي اللي هي الـ Sternoshyroid بس أنا مقطع الـ Sternoshyroid ومقطع الـ Omohaioid ومقطع الـ Omohaioid فبان لي بقى العضلة دي ايه العضلة دي بقى؟ عضلة اسمه اسكالينس انتيرور السكالينس انتيرور السكالينس انتيرور دي يا جماعة في نيرف مهمة قوي 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 قدامها دي يا جماعة السكالينس انتيرور النيرف ده اللي جاي برانش من السيربايكال بليكسس ونازل ما بين السكالينس انتيرور والـ Sternoshyroid ده النيرف الشهير الرايح الـ دافرام يا جماعة اسمه فرينك نيرفا فرينك نيرفا وهنا كمان يا جماعة بيكون ماشي دي المفروض السبير بلي وده الـ Inferbili وهنا بقى بيكونوا مسكين في بعض بس احنا قصنها الـ Intermediate tendon بان الله في ملحات والذي اللي ر urgentjemشي فوق الجمجل اللي اسمها السبراسكابولار Vessels. ويبقى بالبانزة دون Deep to sternumostoid في Lyscanus anterior. بس تخد بالك ان Lyscanus anterior separated من Lyscanus anterior separated من Lyssternumostoid بايه؟ بالفيرينيك ناف والترانسفيرس سيرفايكال Vessels والسبراسكابولار Vessels. والانترميديا تندون اف اوموهايويت. بعدك يومان في عندي العضلة اللي فوق دي. الاتفاعلة انها دي بتستير مستويت. اللي هي البوستيرور بيلي اف دياجاستريك. بوستيرور بيلي اف دياجاستريك. لان الداجاستريك مصر دي لها البوستيرو بيلي دي. ولها الانتيرو بيلي دي. برضو لتنين اتتش اللي بعد. بانترميديا تندون. ويبقى الاربعة مصرز فوق خالص البوستيرو بيلي اف دياجاستريك. اهم حاجة دي بلينا. السكلنس انتيرور. سيباريتد من الاستينو مستويت باربعة ستركشلز. انترميديا تندون اف اوموهايويت. فرينيك نير. سوبراسكابولار وترانسبيرس سربايكال بيسلز. بعد الخمسة مصرز في عندي ستة. ارترز. ستة ارترز. طبعا فيه اتنين احنا لسه ياخدينهم حالا دلوقتي. الجماعة دول اللي معاديين بعرض النج. اللي اسمهم ترانسبيرس سربايكال. وسوبراسكابولار. ماشي. وايه تاني. والشيس. الشيس ده هو مش اتفقنا. فيه ارترز ماشية في الميديا البرت بتاعه. الكمان كاروتود ارتري. وبعدين اللي ورده الانترنال كاروتود ارتري. موجودين في الميديا البرت اوفزا كاروتودشيس. لان احنا اتفقنا اللاتر البرت اوفزا كاروتودشيس في الفين. اللي اسمه الانترنال جيجولار فين. نبوص نلاقي الستة ارترز دول ازن. الكمان كاروتود. والانترنال كاروتود ارتري. والارتري اللي عامل ارشينج في الروتوف زينيك ده. اللي هو السابكليفيان ارتري. ومن البرانشات بتاع السابكليفيان ارتري. الاتنين اللي معاديا لك بالعرض دول. ترانزفير سيرفايكال وسبراسكابيولار. كيف يبقى كومان والانترنال كاروتود ارتري. السابكليفيان ارتري. و الترانزفير سيرفايكال وسبراسكابيولار. الصابكليفيان ارتري. ما نيجي للنيرفس. اين نيرفس بقى بتاعتنا. اه المفروض انه بقى في عندنا نيرفس. ممكن نقسمها. النيرفز نقسمها ازاي Above the level of the heart bone و Below the level of the heart bone ايه بقى تفر ايه الحاجات اللي ماشي فكرتوا شيء سيناه انا جماعة بيكون فيه arthritis medial والvein internal jugular vein lateral وما بينهم فيه نيرفز Above the level of the heart bone بيكون ماشي جوه the last four cranial nerves فالlast four cranial nerves بيكونوا ماشيين نهوا Above the level of the heart bone دي الهات bone ايه ففوق above the level of the heart bone ما بين ال internal carotid والانترنال jugular فيه last four cranial nerves 9, 10, 11, 12 وبيلوز the level of the heart bone هتفر ايه عند الهات bone كل واحد بقى بروح الاتجاه بتاعه اللي اتحاله شوف حاله بقى اللي ماشي anterior اللي ماشي posterior اللي ماشي medial وما يتبقاش ماشي هنا في الكاروتشيز غير النيرف ده صفر ده اللي وكرين النيرف نمر عشرة الفيجاس نيرف ده اللي بيكون موجود في الكاروتشيز ما بين الارترز والفينز below the level of the heart bone طب بقولك ايه في عندي بقى النيرف المهم جدا جدا اللي خارم the deep part of the stenomastoid النيرف يا جماعة اللي اسمه spinal accessory nerve اللي اسماني الاجسسول ده بيكون خارم the deep part of the muscle بيخرم كده اوان عند الـ junction ما بين the upper seled والmiddle seled of the sternomastoid بس اوان هم بقى dissected عشان يورقول البوصل اللي اللي بوصل اللي اسماني الاجسسول ده اوان بيخرم المصل ما بين the upper والmiddle seled of the sternomastoid ويمشي في the deep part of the sternomastoid وبعدين يخرم هنا هوا المسل ويمشي في حتة اسمها البوستيرو تريانجل بيخرم المسل تانية عند الجنكشن ما بين الأبر هاف واللور هاف أو في استيرنو مستويد ديبتوا استيرنو مستويد النيرف بليكسس اللي انا كنت بقولك عليه ده وان اللي قدام الكاروتو تشيس شايف النيرف بليكسس ده اللي قدام الكاروتو تشيس وبيدي نيرف سابلاي الانفراهويد مسل النيرف بليكسس اللي اسمه أنسا سيرفايكاليس نبوص نلاقي الفرينيك نيرف الفرينيك نيرف ده وانه هو نعيده تاني وهو نازل قدام لسكنس انتيرو ويفصل لك لسكنس انتيرو عن الديب سيرفاس أو في استيرنو مستويد بعد ما شوفنا كل حاجات الديب ديوية في استيرنو مستويد يعندي بقا استيراكشرز بتزهر عند البستيرو بوردر الستيراكشرز بتزهر عند البستيرو بوردر OF استيرنو مستويد مين الستراتشورز دي ايان اهي يا جماعة طبعا اول حاجة بتزهر من البوستير بوردر فنصها بالزبط النار بدأ اللي اسمه سباينال اكسسوري وبعدين بيزهر عند البوستير بوردر الكوتينيس برانشز الف سيرفايكال بليكسس اللي هما مين واحد حيطلع على البوستير بوردر اسمه ليسر اوكسبيتال واحد طالع فوق على الاوريكل يبقى اسمه جريت اوريكولار واحد ماشي بالعرض يبقى ترانسفيرس كوتينيس نيرف اوف زانك بعد كده هون التلات نيرفات دول اللي فوق الكلابيكل ونازلين يعدوا هناوان على الكلابيكل عشان يغزل سكين اوف زابر بارت و اوف زا سوركس عشان فوق الكلابيكل سموهم سبرا كلابيكلر سبرا كلابيكلر ما تنساش برضو بيزهر على البوستير بوردر اوف استير نومستويد انيرفات التخينة دية انيرفات التخينة دية جماعة اللي الترانكس اوف زابريكيال بيزهر بيزهر كمان وراء البوستير بوردر استير نومستويد البوستير بوردر كده ماشين بالعرض التو بيزهر زدول اللهم سبرا سكابولا والترانزيفير سير بيزهر سير بيزهر ويبعد يجيماع الاستركشارز اللي عالبوستير بوردر استير نومستويد ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا